موسيقى اهلا كيفكم بالفيديو تبع اليوم دا اشارك معكم افضل خمسة مواقع لقراءة الكتب الالكترونية وتحميلها كمان من الانترنت وكمان بنفاع تفتحوهم من اللابتوب او من الجوال او من الايبار واذا بتحبوا انو عمد الفيديو هات حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة على زر السبسكرايب اللي تحت الفيديو اذا عجبتكم وفعلوا جرس الاشارات عشان يوصلوكم الفيديوهات اول باول مكتبة النور الالكترونية من اجمل المواقع والتي انا بستخدمها دائما على فكرة يعني بنزل من القلبه اغلب الكتب ففي عندكم هون البحث الموقع فيه بقلبه بلاوي كتب فيه بقلبه بلاوي مواضيع ففي البحث بنفع تكتبوا اي اشي بتكمية عشان يطلع لكم مثلا الكتاب بتدوروا عليه بتلاقوه كمان بهاي المكتبة متل ما انا لقيت كتاب المفضل مترجم للغة العربية بهاد الموقع فصورة بلاوي كتب بالانجليزية كمان مترجمين بالعربي بهاد الموقع بس تنزلوه تحت شوي بتكبسوا على خيار التحميل وبيحمل عندكم الكتاب وبفتح زي اي ملف عادي زي اي ملف بيدي افع وبنفع عندكم تقرؤوا الكتاب بتكبروا الشاشة ادمابتكم والكتاب كمان بيكون كامل وبصورة واضحة الموقع الثاني كمان موقع بسيط وصيح هلو اللي هو كتب بيدي اف اسم الموقع كتب بيدي اف فاول ما تكتب كتب بيدي اف بيطلع لكم على الجوجل في عندهم كمان بلاوي مواضيع في عندهم كتب للتنمية في عندهم كتب كمان للتعليم إذا مثلا تحبين تطوروا من لغوتكم الانجليزية وفيه اكمل موقع حتى رح أحكي لكم عنهم فيهم هاي الميزات ولو عندكم كتب مثلا او رواية مش موجودة بموقع تاني مثلا بحبين تشوف إذا موجود بهذا الموقع كمان بنفع لكم تشوفوا على البحث وهذا الموقع كمان مليان روايات وقصص وكتير كتب مش متوفرة بموقع تانية ومثل الموقع اللي قبله بتنزل لتحت شوي وبتلقوا خيار التحميل بتضغطوا عليه وبتحمله وتفتحه من الملفات طبعا النجاحات الموقع الثالث إلي كيكتابي وكمان عندهم تطبيق على جوجل بلاي وبنفع عندكم تفوتوا على التطبيق وتشوفوا أجدد الكتب اللي نازلين وكل الأشياء اللي فيه التطبيق بس أنا بفضل أنه أستخدم الموقع لأنه أساسا مش كل يوم الواحد يحمل الكتب فبحث أنه الموقع أحسن وبنفس الوقت كمان بنفع تستفادوا من هاي الميزة الموقع بسيط جدا أول ما تدخلوا عليه بتلاقوا فوق علامة البحث بتبحثوا عن أي كتاب بدكم إياه مثل أي موقع وكمان بتلاقوا الكتب عندكم موجودين بالصفحة الرئيزية إذا حطيتوا على المزيد بيطلع لكم كمان كتب وبس أحسن إشي انكم تكبسوا على الثلاث شحطات اللي فوق عشان يطلع لكم نوعيات تانية من الكتب أو حسب النوعيات اللي انتم بكم إياهم وكمان من أكثر الأشياء اللي بتجنن بالموقع أنه بنفع تقرؤوا الكتاب على الانترنت مثلا إذا ما حبّتوا تحملوا عليه جهازكم مثلا ما عندكم مساحة لنفترض بنفع انكم تقرؤوا على الموقع نفسه بنفس الوقت اللي بتكونوا داخلين فيها على الموقع بس أحسن انكم تحملوا عشان مثلا ان يحفظوا للمكان اللي انتم وصلتوله بقراءة الكتاب الموقع الرابع من المواقع المميزة اللي فيها كتب مثلا لتعليم الأشياء مثلا تكون تتعلموا تصميم بتلاقوا كتب لتعليم التصميم مثلا بتكون كتب لتعلم اللغات كمان بتلاقوا بهذا الموقع فبحث ان هذا الموقع بقدم انه محتوى افضل للتعليم لأشياء معينة مثلا متل ما حكينا قبل شوي بنا نتعلم لغة مثلا بتلاقوا كتب مختصة بهذا الاشي اكتر من المواقع التانية والتحميل متل اي موقع بتنزل لتحت بتلاقوا علامة تحميل وتحاملوا اي كتاب بدكم ايا الموقع الخامس والاخير مكتبة الكتب متل الموقع اليك كتابي بنفع لكم تقرؤوا الكتاب على النت وفي بقى البابلاء وكتب تعليمية علامة البحثة اكبسوا عليها وابحثوا عن اي كتاب بدكم اياه متل اي موقع تاني بس بالعادة مش كل المواقع بيكون بقلبهم نفس الكتب فهموا كتاب ما تلاقوا بهذا الموقع بتلاقوا بالموقع الثاني عشانك دائما بحكي لكم في علامة بحث باغلب المواقع هات كان الفيديو اتباع اليوم اتمنى انكم استمتعتوا فيه واستفدتوا منه فاذا بتحبوك نعمل الفيديو هاتف تكتبوه وعليقات بحبكم كتير وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة